هذا وافدت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد ثمانين فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات جاء ذلك إثر غارات غير مسبوقة استهدفت مخيم النصيرات ومناطق شرقية دير البلح ومخيمي البريج والمغازي وسط غزة جاء ذلك بالتزامن مع توغل لآليات الاحتلال شرقية وشمال غربي النصيرات وذكرت المصادر الإسرائيلية أن قوات الجيش استهدفت في عملية من الجو والبحر والبر مخيم النصيرات ومحيطة وسط القطاع ومن خان يونس ينضم إلينا يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية أرحب بك يوسف هذا التكثيف برا جوا بحرا من الإسرائيلي على وسط القطاع هو تحت ذريعة أن هناك تواجد ربما للمحتجزين الإسرائيليين أم تواجد لعناصر من المقاومة الفلسطينية أم تحت أي ذرائع وهو منذ فترة ليست بالهيينة يركز على وسط القطاع نعم يعني ربما بدأت تتضح ملامح الجريمة الإسرائيلية أكثر مع انكشاف تفاصيلها وارتفاء عداد الشهداء لأكثر من تسعين وإن كانت هذه ليست الحصيلة النهائية ما جرى في مخيم النصيرات هو دخول لقوة إسرائيلية خاصة استغلت حاجة الناس للمساعدات وهي دخلت من المنطقة الشمالية الغربية للمخيم عبر شاحنة ظهرت على أنها شاحنة مساعدات ترافقها أيضا سيارة مدنية أخرى تواجد فيها عناصر القوة الإسرائيلية الخاصة والذين على ما يبدو انطلقوا من مقربة على ساحل البحر وتحديدا عند الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي هذه القوة التي وصلت إلى منطقة مستشفى العودة بالنصيرات وخاضت اشتباك مع محتجزي الرهائن الإسرائيليين أيضا وصلت مباشرة في ذات التوقيت آليات إسرائيلية عبر مداخل النصيرات المختلفة من منطقة مسجد الدعوة في المنطقة الشمالية الشرقية ومن عند مفترق أبو صرار في المنطقة الغربية الشرقية أو عفوا الغربية الشمالية من مخيم النصيرات هذه الآليات أيضا كانت يرافقها غطاء جوي كثيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية التي أطلقت عدة صواريخ باتجاه أهداف مدنية وباتجاه المارة في مخيم النصيرات كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عشرات القذائف باتجاه المدنيين في المخيم لذلك نحن نتحدث عن عشرات الشهداء وعشرات الجرحة الذين لم تتكشف الأرقام الدقيقة حولهم نظرا لفداحة الجريمة وصعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى بعض المناطق في مخيم النصيرات أيضا لابد من الإشارة أن المجزرة كانت في النصيرات لكن أيضا نعم فيما يتعلق بالمجزرة يوسف ونحن نتحدث لم يعد تكثيف للعدوان وللقصف أصبح تكثيف للمجازر التي يرتكبها الإسرائيلي وأدرك أنه ليس هناك من أرقام دقيقة أو إحصائيات بالناس المتواجدين على الأقل في مخيم النصيرات ولكن عندما يفتح الإسرائيلي النيران بهذا الشكل المكثف في مخيف نتحدث عن أعداد كبيرة من الفلسطينيين المتواجدين هناك؟ يعني حينما نقول مخيم النصيرات وحسب مصادر رسمية فلسطينية اليوم تتوقع أن قرابة 200 ألف شخص في هذا المخيم لأن عشرات الآلاف من النازحين الذين غادروا مدينة رفح في الأيام الأخيرة والمناطق الشرقية من مخيم المغازي والبريج ودير البلح عدد كبير منهم توجه نحو مخيم النصيرات حينما نقول أن العملية تركزت في منطقة السوق ومنطقة مستشفى العودة التي توجد أيضا في منطقة السوق هذا يعني أن العملية الإسرائيلية وقعت في أكثر المناطق ازدحاما سكانيا في مخيم النصيرات الطريق الرئيسي في مخيم النصيرات في هذا التوقيت عندما نقول الحادية عشر صباحا حتى بعد الظهيرة نتحدث عن عشرات الآلاف في هذا الطريق هو سوق عام فيه الكثير من البسطات كل من أراد التسوق في مخيم النصيرات يجب أن يأتي إلى هذه المنطقة في المخيم لذلك نحن نتحدث عن أعداد كبيرة جدا من الشهداء والجرحة مجرى السهداف أيضا هم المدنيين المدفعية الإسرائيلية أطلقت القذاف بشكل عشوائي نحو شارع السوق ومحيط مستشفى العودة واستهدفت منازل بشكل مباشر من أجل على ما يبدو تشتيت أيضا المقاومة الفلسطينية لأن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل بصورة مباشرة في منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات استهدفت أيضا منطقة مسجد الدعوة في أقصى المناطق الشمالية الشرقية لمخيم النصيرات ما جرى اليوم في المخيم هي مجزرة مكتملة الأركان بغض النظر عن أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول الظهور بالمنتشي والمنتصر كونه حرر أربعة كما يقول أو استعاد أربعة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية لكن الحقيقة أن إسرائيل اقترفت اليوم جريمة بحق المدنيين عشرات الأطفال اليوم قتلوا بفعل هذه الجريمة باعة في السوق ومتجولون في سوق النصيرات قتلوا بفعل هذه الجريمة لذلك ما جرى في مخيم النصيرات يعني أكثر من ما يمكن توصيفه وأنت أشرت إلى أن هذا المخيم يتعرض منذ فترة إلى المجازر قبل أيام أيضا على مقربة من ذات المنطقة اقترف الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين إن كنا نشير اليوم عن أن هناك أكثر من مئة شهيد في مخيم النصيرات فالمحافظة الوسطى في غضون أسبوع تقريبا هناك أكثر من ثلاثمائة شهيد منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في المناطق الشرقية للمحافظة يعني يوسف عندما نتحدث أن أحيانا الذرائع التي يسوقها الإسرائيلي عندما يستهدف مراكز لتجمع الفلسطينيين أو مدارس أو مقار هو يقول بأنها تحوي بين المدنيين عناصر من الفصائل الفلسطينية ولكن عندما يستهدف أناس يريدون أن يستلمون مساعدات في ساحات عامة أو في أسواق ومعروف من هو متواجد من الأطفال والمدنيين يعني هل أصبح يكشر عن أنيابه وعن براثنه ولا يأبه لأي أحد ومجرد لإشباع الدموية لديه في هكذا استهدافات وهكذا مجازر يعني إن كانت الأولى يمكن أن تمرر عالميا تحت ذرائع طب الشكل الثاني من المجازر الذي أصبح لم يعد له وصف من الدموية يعني ربما نتفق ويتفق معنا الكثير بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يبحث عن مبرر ولا ذريع الاقتراف أي من جرائمه بحق المدنيين نحن نتحدث عن 150 مركز إيواء جرى استهدافه من قبل الأليات الإسرائيلية أو الطائرات الحربية ما حاول أن يسوقوا الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا في مجزرة مخيم النصيرات وتحديدا مدرسة السردي قال إنه قتل 17 مقاتلا من المقاومة الفلسطينية ثلاثة أسماء هم لأشخاص أحياء ممن طرحهم الإسرائيلي وآخر خارج قطع غزة منذ السنوات أيضا أشار إلى أربعة أسماء استشهدوا في مواقع مختلفة غير تلك المجزرة ورجل كبير في السن توفي بالشكل الطبيعي قبل اقترافه لهذه المجزرة الاحتلال اليوم يقول إنه استعاد أربعة من المحتجزين هذه ذريعة لا تبرر قتل كل هذا العدد من المدنيين قد يفهم العالم أنه هاجم موقعا احتجز فيها هؤلاء لكن لا يمكن أن يبرر استهداف سوق تجاري سوق فيه العشرات بل الآلاف في مخيم النصيرات الاحتلال حينما استهدف مجمع ناصر قبل فترة وحاصره هو دمر مستشفى دار الشفاء بالكامل قبل أيام كان يدمر في مشافي شمال قطاع غزة ما المبرر الذي ساقه الاحتلال الإسرائيلي في كل المجازر التي اقترفها أكثر من خمسة عشر ألف طفل هم ضحايا هذه الحرب هل لكل طفل كان مبرر وذريع حينما قتلوا كم آلاف العائلات التي شطبت من السجل المدني هؤلاء أيضا كانوا يحتاجون إلى ذرائع ومبررات كي تقترف بحقهم الجرائم حينما جرى استهداف مستشفى الأهل المعمداني وقتل قرابة أربعمائة نازح في داخله ما المبرر الذي ساقه الإسرائيلي وحينما استهدف أيضا مركز الإيواء قبل أيام في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة رفح حاول الاحتلال أن يقول أنه استخدم أصغر القنابل التي يمتلكها سلاح الجو وهي قنبلة تزن مئة وعشرة كيلو جرامات قتل أكثر من أربعين نازحا بينهم أطفال فكرة المبرر والذريعة لم تعد تنطلي على أحد ولا يحتاجها الجانب الإسرائيلي هكذا يقول كل المراقبون للشأن الفلسطيني لذلك ما يجري في قطاع غزة واضح أنه يجري أيضا بغطاء دولي ودعم أمريكي هذا ما يقرأه المراقبون واليوم تقول أيضا وكالة أكسوس أو موقع أكسوس الأمريكي أن قوة أمريكية تتواجد في إسرائيل قدمت مساعدة في عملية تحرير المحتجزين في منطقة النسيرات إضافة إلى أن الصورة التي ظهرت لهبوط المروحية ونقل الأسرى الإسرائيليين هي على مقرب تماما من الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأمريكي قبل فترة لذلك فكرة عفوا المبرر والذريعة تجاوزها الفلسطينيون منذ زمن صحيح يعني المفزع والمرعب فيما نتحدث عنه يوسف منذ بداية هذا العدوان أن الأرقام غير دقيقة نهائيا ولا أرواحة يمكن أن تكون رخيصة مقابل أرواح ويعني من المقابر الجماعية ومن تم دهسه ومن من هم مفقودون ومن أرقام فيما يتعلق بما نستشده لا إحصائيات دقيقة وبالتالي الأرقام ستكون أكبر بكثير مع الأسف مما يتم تدوله أو الحديث عنه وهنا سؤالي إن كان التركيز اليوم على منتصف القطاع أو وسط القطاع هل هناك إخفاقات بشمال وجنوب القطاع من قبل الإسرائيلي أم أنه لا يزال أيضا في توغله واستهدافاته يعني أولا دعينا نشير لأنه لا يمكن المقارنة بين الأدوات التي يمتلكها الاحتلال والأدوات البسيطة لدى الفلسطينيين لذلك من الصعوبة بمكان أن نتحدث عن إخفاق الجيش في أدائه الميداني في مدينة رفح واصل جيش الاحتلال تعميق عملياته وهو وصل إلى أقصى المناطق الجنوبية الغربية من المحافظة وباتت الآليات الإسرائيلية على شارع الرشيد خلفه أو عفوا غربه مدينة رفح وهذه الآليات تستهدف وسط المدينة ويتوغى للاحتلال عند منطقة العودة في المدينة يستهدف أيضا منطقة حياء تل السلطان والسعودي سواء بالغارات التي شنتها طائرات الحربية أو الآليات التي تتمركز عند تلة زعرب في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة إضافة إلى القصف العنيف الذي تتعرض له منطقة الحشاشين في شمال مدينة رفح بمعنى أن الجريمة الإسرائيلية على كل جغرافية رفح تتواصل وهو إن اقترف المجزر الأبرزيليا في مخيم النصيرات هو أيضا استهدف عدد من المنازل في منطقة لبريج واستهدف المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيم أيضا المغازي وقاصف في منطقة محيط مستشفى شهداء الأقصى وفي منطقة الزوائد وقبل قليل أيضا قبل أن نكون على الهواء مباشرة بلحظات غار الطياران الحرب الإسرائيلي عند مفترق الصناعة في مدينة غزة بمعنى أن الغارات الإسرائيلية تستهدف كل المحافظات وبلا هواد ودون التفاة لأعداد الضحايا وطبيعة المستهدف يوسف أشكرك على كل هذه المعلومات يوسف أبو كويك مراسل قاهرة الإخبارية كنت معنا مباشرة من خان يونس